حالاً بيتلغبط وهو بيتلغبط الدجالين شغالين يعني انتر مفروض لما تلاقي واحد كبير وعائل تجوز ومخلف وتشتغل في الاعلام وعارف السياسة وشوفوا الورطة اللي فيها مصر يكتب مقال يبكي حال مصر صح ولا يعني مصر واللاتي مصر واللاتي ينبغي ان تكون يجد تقول لا يطلع واحد اسمه آآ عمر اديب يقول له ربنا معاك يا ريس يا اله ربنا عينك على الشعب الغبي ده اماد اسف ربنا عينك على الشعب الغبي ده ايه ده ايه ده يا ريسة ده كلام جيبس ويقول لك ايه والله ايسا يذكر التاريخي انه اكتر واحد فعدد سنين قليلة تحمل الضغوط والهموم وليه شال الهموم دي كلها والدولة كانت منهارة وايه ده الراجل ده او بتكلم على ايه على مين على فتاسيسي اللي انقلب على رئيسه وبيقول لك ايه دي دي الراجل تحمل بشجاعة المقاتل مقاتل استغفر الله كان قاتل فين يا ولدي ايه قاتل فين وادارة القائد وحكمه الاستراتيجي شو بقى الحكم دي بقى الثلاثة حاجات ده يعني موجودين في السيسي وبتقول لك انجازاته تتحدث عنه ده فاكر انت انجازات وحلويات ومش عرف ايه اهو وتطلق اللي تصنع منه شرعية الانجاز تصنع شرعية الانجاز انجاز ايه بقى بالصلاة عن النبي انجاز ان اقول لك انك معرضها شوية مش مشكلة وبعدين اتخذ قرارات صعبة مع الامساك بدفت سفينة الاستقرار والوصول الى ايه بقى يعني ايه حضرتك ده زي مثلا واحد بيبيع جيلاطي وقف في الميدان يقول لك ايه والمواد المكونة للجيلاطي فيها ساني اكسيد الكربوهيدريت وبتطلع البتاع كأنه عامل في معمل وبعدين فتقفل ده جيلاطي بتحريفها يعني يعني انت بتكلم في ايه بقول لك وصل الرجل الى السلطة ولم يكن ساعيا اليها فعلا انا شاهد انه مكنش ساعي اليه لم يسعى اليه سعت الي السلطة الله 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 يعني ده كلام مهم ده اللي هي ابن مصر